سأل الله إليكم الأخ كاف لا من الرياض يقول هل الطفل الذي يموت بعد الولادة أو في البطن يكون شفيعا لوالديه بإذن الله ولو كان استقطا إذا كان قد نفخت فيه الروح وتحرك فإنه يكون من الأفراد الذين يشفعون لوالديهم بإذن الله أما إذا كان قبل نفخ الروح فهذا لا يأخذ أحكام الجنين يعني لا يأخذ أحكام القرض شكرا